والله هو أول حاجة قبلتنا صعبة في بطولة أفريكا كان الأول طبعا خصارة من فرق الجزائر طبعا إحنا ابتدينا البطولة كانت مجموعتنا كانت ثلاث فرق بس كنا احنا ثلاث فرق فكان أول مطش كان يعتبر نسبيا كان ضعيف كانت في المنتخب لسه ما دخلش في فورمة البطولة أو في أجواء البطولة نفسها وكان بداية حتى مطش الجزائر كنا يعتبر أول شوت فرقين أو ستة أو سبعة بنت عن فرق الجزائر فالناس كلها كانت تطمنت فاللي حصل غير كده الجزائر شد حلو تاني ودخل في المطش فإحنا كنا لسه ما دخلناش فورمة البطولة نفسها فما عرفناش يعني نحصل يعني بس الحمد لله يعني تداركنا الموضوع ده أني دي كتت بداية بالظبط دي كتت بداية قعدنا مع نفسينا واتكلمنا عني دي يعني خطوة كويس إن هي جات في الأول ما جاتش في الآخر ممكن يكون المطش ده كابتن هو مفتاح إن إحنا كسبنا بطولة ده أكيد طبعا ده أكيد هي بالظبط يعني الخصارة اللي حصلت أول خصارة حصلت لتونس طلعتها بره من دول الثمانية فإحنا قلنا الحمد لله أن هي جات في المجموعة على أساس إحنا 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 إتدارك الموضوع من بدري وده اللي حصل الحمد لله خدناها واحدة واحدة وطبعا المشاكل اللي حصلت بعد كده من إصابات حصلت وإصابة النجم بتاعنا كابتن أحمد سعيد برضو كانت تأثرت معنا جامد لكن اللعبة كلها طلعت يعني الرجال كان ساعتها حمد مصطفى موجود لعبة وساعتها عصران نزلوا فكملوا المطش النهائي والحمد لله يعلم